اشتركوا في القناة ورحب ايضا بالعميد حسام من قوات المسلحة والرئيس الاتحاد الاقليم لجماعات الاهلية ورئيساء الجماعيات وكيله ده تتضامن طبعا الترحيب ده باسمي وباسم السادة النواب اللي موجودين معنا النهار نعملنا الاحتفال ده سنة اللي فاتت والحمد لله مرة الايام وبنحتفل به مرة تانية وطبعا ده تقليد محافظة القاهرة بتسير عليه بقالها مدة طويلة جدا ومتكرم به الأمهات المثاليات والأب المثالي والأم البديلة والأب البديل ويعني كل الفئات اللي بتعطي يعني العطاء هو اساس التكريم النهار فيعني والأم تحديدا طبعا هي يعني مثال للأعطاء والحلام والنعاية والحب وهي كما قال فدعز هي أم الشهيد وأم الضابط وأم الجندي وأم المهندس وأم المهندسة ويعني كل الكلمات لا توفي الأمة وأنا أعتقد أن كل واحد من حضراتكم للحضور معانا النهاردة وأحنا بنتكلم دلوقتي حتى الأمهات اللي احنا بنكرمهم كلهم بتذكروا مواقف في حياتهم مش عشان هم أمهات لكن بتذكروا مواقف في حياتهم مع أمهاتهم هم شخصيا ويعني وكيف أسروا فيهم وكيف أعتنوا بيهم وكيف يعني فضلوهم عن نفسهم وكيف رعوهم وكيف الأم دي المصرية العظيمة اللي بيبقى عندها أسرة سبعة وتمتن أفراد وبدخل محدود بتعرف تأكل الأولاد وتأكل الزوج وتعرف تربيهم وتعرف توديهم المدارس وتعملهم السندوتشات وتزقيهم اللبن وتنزل توصلهم لحد المدرسة وتنزل تجيبهم تاني وهم راجعين من المدرسة وتنام تفضل صحية وتقول ليه الجنب عيل درجة حرارته عالية والذي بتفرح لما بيفرحهم كل دي من القصائص يعني كل دي من ملامح للأم المصرية العظيمة اللي احنا يعني من قيم هذا الاحتفال اليوم تكريما لها لكن انا يعني اعتقاد الشخصي ان احنا مهما اقمنا من تكريم فانا اعتقد ان هذا لا يوفي اه الام الام حقه فاحنا بنقول لكل ام موجودة معنا اليهاردة وكل ام في المحافظة القاهرة يعني شكرا انت ربيتي وكبرتي وخلفتي وعلمتي فما يعني ليس يعني اقل من ان احنا نقول لها شكرا ونوعدها بقى احنا دي ما الشيخ جابر كده قال ان احنا نحن على الام وناخد بلا منها ولما تكبر اه ناخد بلا منها لان احنا كلنا مسلها نكبر ونحتاجين وكما تدين تدان يعني كلنا اه يعني بنعطي الان وننتظر من بنعطف الان ونحتاج من يعطف علينا اه بعدين وكل يعني التقدير للامهات اللي فازوا النهاردة ونقولهم كل سنة ونطيبين وتأكدهم ان تعبكم ومسهركم مراحش هذر حتى الابن لما بيبقى يعني لا يحسن التعبير لامه عن قد ايه حبه وتقديري لها هو في داخله هو في داخله بيحبها وبيحترمها وبيقدرها وعاوز يوطي يبوش على اديها ويتمنى انه هي تبقى راضي عنه لان رضا الام ده حاجة يعني لا تقدر بمالي يا جماعة والله وانا تهنئة مرة تانية للجميع واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة